طيب النهاردة في ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران في الجزائر في أكتر من إنجاز عمر عصر ابن الأهل والبطل تينس الطولة المحترف فاز بالميدالية الفضية في الفردي بعد ما خسر أمام ألفارو مارتينيز بطل أسبانيا بمباراة قوية جدا انتهت أربعة اتنين بص أنا زعلان على عمر عصر لأنه هو الأحق بالميدالية الزهبية الشيطين اللي كسبهم ستة وخمسة يعني جدارة عمر عصر ترتيب وتصنيفه الدولي والعالمي أفضل تصنيف اللعب الأسباني ولكن كسب أول شيطين هو لا الشيط الأول والرابع يعني كسب شيط وخسر اتنين وبعدين كسب شيط وخسر اتنين وخد بالك لكن اللي أنا عايز أقولولك أنه اللعبة دي بيسموها الأشق والأصعب أصعب لعبة فردية على مستوى العالم يعني الناس تقولك بينبونغ لما لعب أنا وأنت كده تك 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 ميكانيكا عالية يعني علم الميكانيكا في الحساء في الرياضة وتخنت المضرب وتخنت الجلدة ونوع الجلدة ده عملية شديدة التعقيد زائد أن الموت بتاعك والتوفيق نتيجة أنها لعبة سريعة هي لعبة صعبا يحتفظ أحد بلقبه أكتر من مدة سنة أو اتنين يعني فتجد فيه متغيرات كتيرة فيها لكن ما فعله لعبوا تنس الطولة في هذه البطولة أولا الفوج بالميدالة الزهبية للسيدات من خلال دينا مشرف وهانا جودة برضو أبناء النادي الأهلي ومريم الهضيبي ومريم الهضيبي أنا أتكلم عن المطش ومريم الهضيبي طبعا بس مريم اتنقلت دلوقتي هتروح تلعب أزونة فيتروجيت حاجة كده أو في حتا مش عارف إنما اللي عايز أقوله إن إنجاز رائع جدا هانا جودة كملت لحد دور قبل النهائي وخسرت برضو هانا جودة بنت عندها 14 سنة خسرت من بطلة فرنسا كده يعني عندها 14 سنة اللود عليها جامد جدا حمل المطشات بالشكل ده لم يكتمل نطقها العضلي ولا البدني لكن نطقها الفني والزهني مكتمل وكويس يعني وخبراتها ممكن هتكتسبها تعرف إذا توزع مجهودها بعد كده فعملت إنجاز مداليا دهب ودور الثمانية كان إنجاز كويس عمر عصر يعني كنت هتمناله الزهبية لأنه كنا محتاجين إحنا حتى مصر يعني إنت هتقول خبر حلو دلوقتي حربطه لو كان عمر عصر كسب الميداليا دي كنا بينا سبع ميداليات دهب طيب في علعاب القوة بطلتنا بسانت حميدة فازت بالميداليا الزهبية لمئة متر سيدات عدو وتفوقت بسانت في المقدمة بزمن قدر 11 ثانية و10 أجزاء من الثانية بص لما جالي الخبر أنا طلبتم لعداد يجيبوا له الرقب لأنه ده اللي هميني هي بتلعب تقريبا مع أبطال أوروبا بس أبطال أوروبا مبروح بطلات العالم واللدورات الأولمبية بيفجئوا بطلات أمريكا وأمريكا اللاتينية واخد بالك بيفجئوا كوبيين والترينداد وجمايكا بيلاقوا مستوى مرعب وحتى بيلاقوا الأفرق كمان الأسيوبيين والكينيين الأسيوبيين ده في البص الأسيوبيين والكينيين المسافات الطويلة الطويلة والمتوسطة الطويلة مش العادية يعني الحد 800 متر صعب تلاقي لعيب أفريقي ألف وخمسمائة وتلات تلات تلات مش عارفين أنت تطالع بقى بتعايتهم بتجد لأن عملوا دراسة أساس إبراهيم في كينيا تحديدا لما لقوا الأبطال الكينيين محتكرين لبطولات المسافات الطويلة فلقوا كلهم معظمهم من قرية موجود على قمة جبل موجود في كينيا والقرية دي ما بيطلعاش موصلات فالوسيلة الوحيدة أنه منزلوا ويطلعوا ويجروا لما تربطها بأن أبطال المسافات الطويلة من أسيوبيا كانوا ارتفاع هذا بتلحبش أن الارتفاع ده لما بتتضرب فيه وتنزل تلعب تحت بتبقى الدنيا سهلة عليك نسبة أكسجين أعلى فالطاقة أعلى فأنت مهيئ بدنيا بشكل مختلف مش عند حد تاني التكيف عالي لكن مسافات القصيرة والطويلة القصيرة لحد 800 متر دي عايزة قوة عضلية كتلة عضلية على العكس ما الناس فهمة يحتاجة بطل الميت متر ده كأنه دراعة قد كده ورقبة قد كده وفاخدة قد كده ولذلك الانجاز بتاع بنتنا بسانت حميدة بسانت حميدة انت ما عندكش حد عمل هذا الانجاز في ألعاب القوة بسانت حميدة طبعا بطلة اه ما انا بقولك قيمة البطولة اللي عاملها في الرقم اللي حققيته 11 ثانية و10 أجزاء من الثانية ده رقم محترم رقم محترم طبعا انا شفتها تكوين العضل بتاعها مش بعيد عن أبطال العالم الحقيقيين اتمنى ان البنت دي تكون قابلة للتطور لان احنا عايزيني بقالنا بطل بطل يعني فما بالا كان بيبقالك بطلة الميت متر دي عملية صعبة جدا انك تبقى ليك أبطال فيها يمكن دفع الرامي المطرقة والجلة والقرس اللي خدنا فيها برونس ده بسانت شوف شوف تكوين البدن التاحة عضلي يا جماعة حد يكسب ميدالة ذهبية في ميت متر في بطولة البحر المتوسط ده انجاز كبير على طالة روبا اه طبعا في دفع الجلة كان نفسي يجبه لنا الرخب يا رب يا رب يجبوه كمان محمد مجدي محمد مجدي بطل الاهل وبطل مصر فاس بالميدالة البرونسية في دفع الجلة ايضا في ألعاب البحر المتوسط في وهران ده انجاز كويس احنا عندنا في الرامي فرص في الرامي عندنا فرص وكلنا أبطال أفريقيا وعندنا أبطال إقليميين ودوليين محترمين بدليل إن ناجي أسعد في وقت ما طبعا اتحرم ثلاث مرات من الدورة اللونباية لأن مصر ما لعبتش الثلاث دورات دي يبقى في الملعب 72 حصل خطف طائرة وهو في الملعب وكان رقمه وقتها يجيب له الدهب كسبة واحد اسمه سينج هندي برقم أقل من الرقم الشخصي بتاع ناجي أسعد كان صغير لسه فراح مونتريال مش عارف مين اللي أول كاتروسيا مونتريال وانسحب 35 دولة علشان احتجاجا على مشاركة جنوب أفريقيا التي كانت تمارس العنصرية فإحنا نسحبنا تاني يوم معاهم ونجي أسعد بيسخن في الملعب فملعبش جينا في دورة موسكو حظ وحش آخر دورة بقى خلاص عمره إحنا داخلين في 12 سنة كانت آخر دورة مصر عتزرت عشان عشان غزه روسيا لأفغانستان وهو في الملعب اتشفط فالرجل ده يعني كان استحق ميداليات أولمبية فلما يجي لك مجدي وعندنا أبطال في المطرقة بإذن الله هتشوفه عارف مجدي عمل 20.35 متر خلف السناء الصربي يعني الاتنين اللي قبل منه هو خلفهم هتلاهم عشرينات برضا ونخلي بالك ده زغير يعني لسه مش كبير ولاعب الجل تعارف إنه ناجي عسعد كان بطل بسكت كان لعب بسكت كان لعب درجه لبسكت عندنا في الأهل وبعدين وكان سريع جدا هو بقولك الكتلة العضلية في العدو فما بيسألوه هو طلع طلع بعدين بقى بقى الدكتور ناجي أسعد ومدرب عمل مدرسة وراء فقال إن الديني واحد يجري المئة متر في كذا ووزنه كذا وكتلته العضلية كذا قدي لك بطل عالم فبدل حسابات عندنا المدرسة دي أفرازت لأنه لوقت مش بعيد كان مسؤول عن مدرسة الرمي في نادي الآن عندنا ناس كويسين في القرص عندنا ناس كويسين في المطرق إيهاب عبد الرحمن ما هي عنه ما هي ناسي لك في إيهاب إيهاب لو لموضوع السخيف كان جاب لك ميداليات عالمية وأولمبيا في رمي الرم هو رجع بس رقمه كان حق 89 وقتها هو دلوقتي بيجيب مثل 83 84 نتمنى أن يستعيد إن شاء الله أيضا في البحر المتوسط عمر السيد خسر من ستيفان ساكوفيتش بطل منتينيجرو في الملاكمة واكتفى بالبرونزية لمصر كما حصد الملاكم المصري الميدالي أيضا في وزن تسعة وستين وزن تسعة وستين ومنتخب كرة اليد تأهل للسيم فاينال بعد ما فاز على تونس تلاتين ستة وعشرين نتيجة كرة اليد دي مهمة لأنها منطقية وما كانتش حصل كده أنا حنتضيق فنأمل نبقى طرف المباررة النهية بإذن الله لأن خلي بالك كرة اليد على مستوى العالم موجودة في أوروبا يعني شوف أنا أقول لك العام القوة ممكن تلاقي منفسين في أمريكا وأمريكا اللاتينية كرة اليد تحديدا يعني في البسكت تجد في أمريكا واخد بالك وأمريكا اللاتينية وتلاقي في أوروبا لكن كرة اليد هي لعبة أقوى فرق العالم ستجد فرنسا أسبانيا وبعدين السكيندينيفيا السويد والدنمارك والنرويج وطالع دلوقتي بدأ يخش شوية البرتغال والبرازيل ترجمة نانسي قنقر